حالمون بالعودة إلى بلادهم بعد أسابيع من العجز والوقوف على حدود الوطن أخيراً تأتي الموافقة للسماح بدخولهم وليتها لم تأتي في المذكرة الصادرة عن نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي يوجه الأخير بالسماح للعالقين الراغبين بالعودة من السعودية إلى اليمن بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا وعلى أن يتم فحصهم على حسابهم الشخصي ولكنها كلفة باهظة الثمن الأمر الذي أثار موجة من الصخط على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول معلومات ووثائق تفيد أن سعر فحص كورونا للراغبين بالعودة بلغ 1300 ريال سعودي يتساءل متابعون ما هي مهام مؤسسات الدولة في هذه اللحظة الحارجة من عمر البلاد فعوضا عن تكفل الشرعية بتحمل نفقات فحص العالقين على حساب الدولة يتهم متابعون مسؤولين فيها بالتواطئ مع أحد المراكز الصحية بفرض سعر هو الأعلى في رسوم فحص كورونا تظهر هذه الوثيقة قائمة بعدد من العائدين ممن دفعوا الرسوم من أجل الفحص الضغط الإعلامي بشأن رسوم فحص كورونا للمغتربين العائدين إلى اليمن بحسب مراقبين آتا أكله إذ سارعت السلطات السعودية إلى إغلاق المختبر الطبي في منطقة شرورة وإجبار القائمين عليه بإعادة المبالغ لأصحابها الحادثة تركت ردود فعل رسمية وشعبية إذ تعالت الدعوات المطالبة بكشف السماسرة من جانب الشرعية المتورطين بهذه الصفقة فيما طالبت اللجنة العليا للطوارئ القنصلية بجد بإيجاد مختبرات معتمدة وبأسعار مناسبة لإجراء الفحصات المتعلقة بفيروس كورونا للمواطنين الراغبين بالعودة من السعودية إلى اليمن القنصلية اليمنية بدورها نفت ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام مندوبها في منطقة شرورة بالاتفاق مع أي مستشفى أو مركز طبي لإجراء الفحصات لليمنيين الراغبين بالعودة لكنها ألمحت في بيانها إلى أنه في حال وجود ما يثبت صحة ذلك فإنها ستتاخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك فهل ستتمكن من معرفة المتورطين أم أنها شرعية لا تجيد سوى تكريس مأساة المغترب اليمني وزيادة معاناته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر